أصبح أيضاً بعد التصنيف الدولي للحوثي كجمع إرهابية أصبح هناك صعوبة كبيرة مش فقط للمناطق أو البنوك التي تقع سيطر الحوثي لقميع البنوك لأن الغطاء النصرفي الآن مختلط في بنوك مراكزة هناك و بنوك مراكزة هناك العالم يتعامل مع المعلمان كبلد واحد وإذا لم يكن كل البنوك تحت السيطرة ورقابة الحكومة الشرعية ستكون هناك تعقيدات نحن شهدنا في الشهر الأخير بعد التصنيف هبوط كبير أو هبوط يعني بنسبة من 10 إلى 20% للتحويلات وهذا مأشر خطير أيضاً البنوك هذه الآن يعني لا تستطيع مرز عملها من صنعة بكل الحرية هناك مشاكل كبيرة تواقهها وهذا الناقل هو إنقاذ لهذه البنوك بحيث تستطيع تشتغل ببيع آمنة وسليمة وتتعامل مع العالم الخارقي بكل سهولة ترجمة نانسي قنقر